صباح الهنة والخير والرزق وكل حاجة حلوة على حضراتكم جميعاً بيتابعنا هنتفق إن احنا بنتكلم يعني على برنامج عالمي فحنقول فأي مكان في العالم طبعاً قناة النادي الأهلي أكيد بيتابعها الملايين من كل مكان في العالم صباح الهنة والرزق وقيم قليلة جداً بتفصلنا عن العيد كل سنة وإحنا جميعاً يا رب دايماً بخير صباح الفل يكيم وكل سنة وتطيب ودي طيبة ربنا خليكي وحضراتكم طيبين ويا رب في أحسن صحة وحال مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في العالم يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي لن تخلوا أكيد من الفقارات الحوارية زي ما حضراتكم متعودين معنا نهاردة كالعادة هيكون عندنا فقرتين حواريتين الفقرة الأولى هنتكلم من خلالها وبالتفصيل عن بطولة العالم للسباحة بالزعانف اللي استضافتها مصر مؤخراً هيكون منورنا اثنين من الضيوف معنا أولاً كابتن مهاب إيهاب بطل العالم للسباحة بالزعانف وكمان حينورنا كابتن عبدالله عبدالجليل هو مدرب السباحة بالمنتخب الوطني وكمان هو المدرب الخاص بمهاب دي الفقرة الأولى الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معنا فيها كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب الشباب ونجم النادي الأهلي السابق ونسعد دايماً بوجودوا معنا في عشر الصبح في الأهلي وأكيد هنتكلم معاه في كل المتعلق دي مشوار بقى النادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاي نحن نتكلم في كل حاجة ونتكلم في التفاصيل كلها بس عايزة بس أنوه أو أنا لفت نظري برضو نقطة كده سريعة قبل ما نخش في التفاصيل بتاعتنا وأخبارنا النهاردة وهي عجبتني بصراحة لأن ناس كتيرة مبارح كانت بتتكلم في الموضوع أنا بحب أخش على تويتر أعد أقرأ الconversations يعني حتى لو أنا مش حكتب تويت يا كريم أنا حتى بعد أتابع الناس بترد على بعض وبتقولي من الحاجات اللي أفتت نظري بجد مبارح حضراتكم تقدروا تخش تشوفوا عملوا هاشتاج الأهلي وشوفوا الكلام الحلو المكتوب ناس عملت تتكلم مع بعض تقولك إحنا مبسوطين قوي وهتسافروا فين في العيد وبتاعه اللي يقولك أنه مبسوط أن الاهلي إحنا كده داخلين على العيد والأهلي الحمد لله مشرفنا يعني ربطين الاهلي حتى بفكرة العيد يعني ناس تقولك والله يعني مش مسافروا بتاع بس إحنا كده كده داخلين العيد مبسوطين عشان إحنا متطمنين على النادي الأهلي ففهم دي دي لفتت نظري دي حاجة كبيرة أوي أن أنت عندك مصدر حاجة في حياتك بتسعيدك من غير حاجة تانية يعني انت مش محتاج تصرف فلوس مش محتاج تعمل مجهود مش محتاج تشتغل مش محتاج أي حاجة فيه كيان كده انت تابع لي هو بيفرحك لما بيكون بيفوز لما بيكون محاق بطولات فدي حاجة لازم كنا نقف عندها بصراحة فان شاء الله مزيد من النجاحات كمان بعد العيد احنا الحمد لله زي ما بيتقال كده كانت كبوة يمكن الموسم اللي فات مش كبوة كمان اخدت وقتها بشكل جميل بالعكس يعني زي ما تقول كده تعثرات والحمد لله النادي الاهل كالعادة بيكون قادر ان هو يقف على رجليه مرة تانية ويسعيدنا فكل سنة مرة كمان وحنا جميعا بخير ودائما الاهل مفرحنا ويارب يكون عيد سعيد علينا جميعا ومش بس سعيد يكون خارجين منه بطاقة ايجابية كمان نحاول نحن نحقق يا كريم في حاجات ربما السنة كلها ما بنعملهاش زي مثلا فكرة انك تشوف بعض افراد العيلة انا من الناس اللي دايما بس مع الجملة دي برضو من ناس محطين حوالي ناس بتقول لك انا اصلا عيلتي من اسكندرية انت كان من اسكندرية كريم صح تلاقي نص قريبك برضو هناك متقابلوش كتير يقول لك انا من محافظات مختلفة ففكرة العيد هو اللي بيكون المناسبة الحلوة السهلة اللي ممكن من خلالها تشوف كل افراد العيلة تسأل على الناس الكبر اللي في العيلة تود وتعمل سلط رحم يعني العيد مش بس نحن نسافر وننبسل كل ده طبعا متاح ومشروع بس لازم نعمل الحاجات برضو اللي هي الاساسيات اللي خلي بالك بالمناسبة بتسعيدك اكتر بتتوصل مع حتى واحد صاحبك واحدة صاحبتك بقالكو سنين ما شفتوش بعض دي كلها بتبقى حاجات مناسبة جدا كمان في العيد فيها سعادة وفيها افادة كمان لما نبص الموضوع من زاوية ان العشر الاوائل منزل حجة ودي ايام يعني ربنا سبحانه وتعالى اشار ان هي يعني احب ايام السنة واهم ايام السنة وفكرة ان الاجر والثواب فيهم بيتضعفوا فنقطة او تفصيلة زي انها وانت تتكلم فيها لما نربطها بالعيد وبغير العيد كمان اللي هي صلة الرحم اكيد حاجة لطيفة جدا كل سنة وكل حضراتكم طيبين ويا رب يا رب كل ايامنا سعادة وفرحة بإذن الله اكيد هنغطي يعني احتفالات العيد والنادي الاهلي ازاي كمان بيستعد لده خلال النهاردة ان شاء الله وبكرة وبعد كم من يوم التلاتة اكيد احنا اجازة عشان الوقفة بمرة كمان كل سنة واحنا جميعا يا رب دايما بخير ونكه نخش بقى على المهم